موسيقى من المهم أن نعرف أن 2020 ما بعد 2020 يختلف عن ما قبل 2020 واعتقد 2020 ربما تكون خط فاصل أو بنجمارك جديد في عالم المال والاستثمار شلون تعتقد أن قطاع الاستثمار اختلف في تفكيرها في توجهاتها بعد 2020 نعم هو صح وقلط أو خنقول في تغيير صح في 2020 في تغيير صار خاصا لما نطلع في أماكن مثل الكويت أو الخليج لكن لما نطلع عكا خنقول عمر الاستثمار أو عمر تاريخ الاستثماري حق الدول نشوف الأسواق العالمية نشوف لأت سبلب وهي عدة مشاكل أزمات صارت بحجم هذي ذا مو أكبر رغم حجم الخسار ايه مثل حرب العالمية الأولى الثانية هاي أكبر بالنسبة وأعمق لكن اللي تشوف أن الاستثمار الحمد الله يقدر يبتدي يتعدل سايكل يمشي ينزل شوية يرتفع مرة ثانية لكن في تغييرات صارت أيضا في 2020 أعتقد التغيير الرئيسي بدت بضوح حق حتى المستثمر سنقول الريتيل اللي هو مو شركات استثمارية لكن حتى المستثمر طغير قام نشوف أهمية التكنولوجيا في الاستثمار اليوم لما طالعنا في وقت الكورونا في اللوك داون الصراحة لخدمات التكنولوجيا أنا كلها قارن إن شاء الله يعيدها من أيام لكن لو صار القزو مثل وقت القزو لا أكو تكنولوجيا لا أكو شيء تختلف بشكل كبير عن اللي حين مثل صار عندنا في أزمة كورونا فكورونا أعتقد التكنولوجيا بدت بضوح أهمية التكنولوجيا أن التكنولوجيا بشكل موضوع هذا أخوي سليمان هل تعتقد أن اليوم المستثمر صار أكثر حرصين أقل مخاطرة من ما قبل الجائحة أم لا تعتقد أن السلوك هو هو لم يتغير خصوصا أن القسار كانت يعني ما هي شيء بسيط في هالفترة هذه بسببها أعتقد أني في بعض الشيء أني فيه هنقول قطاعات اللي تأثرت بشكل كبير هنقول مثل قطاع المطاعم قطاع التنزئة هتأثرت بشكل كبير اللي تأثرت باللوك داون لكن التكنولوجيا بالأكس يعني خدم وقت الكورونا خدمت قطاع التكنولوجيا بشكل كبير فهل تغير السلوك؟ أعتقد أن هناك ناس اللي يخسر يبتدي شوية يخاف اللي بالأكس اللي يشاف مثل ما نصاب التكنولوجيا كما نشوف اندفاع كبير اللي كان أعتبر أني خنقول قطاعات أو بالأسل كلاسس مثل فينشا كابتل هذه أسل كلاسس هذه خطرة تعتبر نشوف ناس كانت تتخلها وتتوجه لها قبل كورونا وهذا نشوف حتى نحن مثلا في الكويت نشوف صناديق خنقول التكنولوجيا كانت نطرح بشكل أكبر من قبل يعني هذه الشغلات ما شفناها يمكن من آخر مرة شفناها أو آخر تسعينات أواء الألفين قبل انهيار الدوت كونز الأولى فردت مرة ثانية الحين ضيفي معاي صاحب الابتسامة الجميلة سليمان ربيع مدير قطاع الاستثمار في شركة كامكل استثمار حياك الله الله حليك طالب أمرك تعتقد اليوم وفي سياق حديثنا هذا هل هناك فكر ابتكاري جديد بسبب تطور التكنولوجيا وتأثيرها خصوصا لما قام يستخدمها مو بس الأفراد لكن الشركات وبشكل كبير جدا هل تعتقد أن الابتكار تطور أيضا في نفس السياق لجد وتوسيع قاعدة العملاء نعم عدة نواحي نقول الناحية في وقت كورونا لاحظنا الشركات اللي كان عندها تكنولوجيا بشكل كبير التي تجعل الناس تشتغل من بيوتها هذه اللي خدمتها وأعتقد صار تقدم كبير وشغلها ما وقف فالحمد الله الجزء كبير من الشركات الكبيرة شركة كامكو وشركات أخرى ثانية شفناها أنها لم تأثرت بالشكل الكبير تأثرت بالسوق في عوام السوق هذه موجودة لكن كشركة وعملها معنا نحن قبلها بخمسة أشهر كان عندنا دمج كبير أو استحواذ على شركة بيت استمال العالمي فالاستحواذ ليس شيء سهل ونشتغل كنا بالدمج هذا وصارت كورونا أنا أقدر أقول حتى كورونا خدمتنا بهالناحية أنها شوي ريحت الوتيرة عشان يصير الدمج مضبوط وهل تتلمس فعلا أن الوعي خصوصا عن صغار المستثمرين الأفراد بشكل عام زاد ارتفع أم لا يزال هو وهو لأننا نسمع كثير من الناس اللي تعاني مثلا من استثمار في البورصة لعدم معرفتها ولأنها تمشي وتسمع وتستثمر بناء على هذا قال لكن مو على دراسة معينة أنت الشايف هل هذا شيء تغير أني تغير لكن ليس بالحجم الذي نطمحه ونستطرق لهذا الموضوع أعتقد أن نرى جزء كبير من المستثمرين في الكويت نتكلم عن الريتيل وهو أكبر قطاع من حيث العدد لكن استثماراتهم هي صغيرة ليس كبيرة يعني ما نقول مثل صناديق السوفين والفونز مثل هيئة استثمار والتأمينات ولا الشركات الكبيرة نحن نقول صغار المستثمرين اللي اللاحظة بالكويت ونقول حتى ممكن الخليجة لكن الخليجة قام بصير شوي أحسن يدخلون بصناديق استثمارية صناديق استثمارية قاعد يديرونها ناس متخصصين خاصة إن ضالع نهاية سوق المال تأسست عقب الأزمة فصغار المستثمرين فيه حماية كبيرة فصغار المستثمرين فيه هذه الصناديق بدلاً هو يروح يشتري السهم يكلن مواحب الدوانية يروح يشتري السهم هذا ولا السهم هذا هذا فيه لها مخاطر فلما يقول نحن لا نعرف معلومات لا الحمد لله بورصة الكويت معلومات فيها كثيرة الحمد لله في جزء كبير من الأسهم فيه الكويت وفيه سيولة لكن أعتقد من بعد أزمة 2008 فيه ناس وايد خافوا من الصناديق الاستثمارية فنحن نوعا ما نطلب من الكل لأنه ردوا وشوفوها لأن هذه كانت تندار من أحسن الإدارات أو الخبرات الاستثمارية الموجودة بالكويت فهذا أعتقد الشيء اللي قاعد نقول ما نقول مونس مو قد الطموح لأنه هذا لوين لازم نشوف احنا صغار وستثمين يتوجهون بلاي يروح يشتري السهم هنا ويشتري السهم هناك ويخسر هذين فرق كاملة المشكلة ما هي فيه قضية توفر المعلومات المعلومات اليوم تتوفر وكذا رغم أنها ما هي بالمستوى المطلوب من حيث الشفافية والشركات اللي تعلن عن أدائها وأرباحها لكن المشكلة ما تبدو وكانها في توفر المعلومات بقدر معه شلون هذا المستثمر يفهمها ويحللها عشان تخذ قرار استثماري فالسؤال هل هناك من يقوم بتوعية المستثمرين وزيادة وعيهم أما أن هذه مسؤولية تقع بس على كاهل هذا المستثمر أول جزء يبقى أن المستثمر لازم يكون واعي لكن شركات استثمار تتحمى جزء من هذه المسؤولية بالتوعية حتى من أحدث أن لماذا أنا أقول أن أوجههم حق الصناديق لأن هذه الأقل في إدارة دارسة لها خبرة وقاعد تستثمر غير عن أشخاص معينين كلام دواوين هذه الأساس اللي إحنا ودنا نشتغلها فالناحظة التوعية أعتقد شركات الاستثمار قاعد تحاول كثير ما تقدر الشركات نفسها البورصة ركزت على التوعية خاصا بالشركات اللي أكبر شركات في الكويت وأكثرها سيولة الكل يطمح على أكثر لكن صراحة اليوم لما تشوف المعلومات معلومات وايد متوفرة لكن مو صعوبة ولا هي صعبة أن واحد يحصلها لكن أعتقد أدم الخبرة في البعض أن يعرف شنو لازم يقور عليه هذا اللي يعرق البعض والمشكلة الثانية اللي هي المشكلة الأزلية وهو السعي الحتيث وراء الربح السريع والثروة وتحقيق الثروة السريعة يعني هذه واحدة من أكبر المشاكل يعني الصبر وتحقيق عوائد مجزية ما تقع على في بال الكثيرين يعني صح أنا اليوم لون طالع السوق السوق الأمريكي مثلا هو أكثر واحد نقول من عمق الأسواق وأكثر تاريخ العاد على الاستثمار في الأسهم في محاري 11 إلى 18 بالمئة طالع على سنين 100 سنة و 120 سنة اللي فاتت وعائد جيد يعني عائد جيدا على 120 سنة يعني اليوم يعني بالكويت هو يعتبر شوية أقل من شيء يعني طالع الكويت على نفس الشيء عمر البورصة يعني شوف يمكن أن أتوقع إذا ما تخوني الذاكرة كان حوالي تسعة عشر مئة المشكلة الأقام السنة فاتت خربطتها الأقام كلها من ارتفاع اللي صار بالأسواق والحمد لله بعد الربع الأول هذا كان إن شاء الله نمو كبير لكن ما تشوف على السنين هذا النمو الطبيعي يعني تكلم من ثمانية إلى 11 ناعش بالمئة لكن الناس يبقون هذا يحصونها بسبوع هذه المصيبة يعني هذه المشكلة وهذه اللي يروحون حق مخاطر وائد عالية وباستثمار في قانون أساسي حق الاستثمار زيد ربحك بزيادة مخاطرك بمعنى أن خلي يكون عندك دخل والدخل قد مش هرط أن يكون ثابت في درجة من المخاطرة لكن عائد يعود عليك مستمر وعائد ثابت أفضل من المخاطرة بشكل كبير سعيا وراء تحقيق ثروة سريعة هذا اللي تقصد أنت صح لدينا فلسفة للدخار لدينا ضعيفة في الكويت لها أسبابها لكن سنتحدث عن بعض الأرقام اليوم للدخار في الكويت في دراسة مكنزي إحدى شركات الاستشارات سويتها مع دولة الكويت لاحظت أن الدخار مانح حوالي 8% من الدخل العائلة الكويتية لها أسبابها لكن اليوم 8% تعتبر وائد وائد غليلة يعني نقارن مثل ماك مثل اليابان ماكن شوي متقدمة كل واحد عايش على أمل ياما تنقذ الحكومة ياما عايش على والله أخر عمره تأمينات هي اللي بتتصرف عليه الحمدلله لأن التأمينات عندنا سنقول لك صندوق أو طريقة ماشين فيها بالعكس يمكن من أحسن سمحوني على الكلمة لكن أكرم صلاديق التأمينية بالعالم لكن هناك شيء يجب أن نضعه بالبال لأن التأمين أو التأمينات هو نوع ما يخدم حق يحافظ على الأقل المعاش لأحد آخر تشمسنا خذها لكن اليوم لو نطالعنا أقلب الكويتين خل نقول لي تقعدون على 65 و60 المعدل الكويتي يعيش بالثماني اللي حريم شوي أكثر منه من رياييل لكن بالثماني من الثمانين هو اللي قال أنا ما ليش فعندنا نحن نقع نعيش حوالي عشرين سنة من بعد التقاعد هذه الواحد لازم يحط البال لأن اليوم في آخر عشر سنين الأسعار في الكويت إذا نطالع بس التضخم تدوبلت هذا بعشر سنين قضية الانتخار موضوع مهم ومهم جدا وحيوي حق الفرد الكويتي لكن الانتخار لابد أن تتهيأ ل البيئة المناسبة حتى يتمكن صح أنت اليوم عندك غلاء فاحش أسعار عقار كانت في السلع المعمرة في قطع الغيار في الإيجارات في المواد الغذائية المسألة صعبة جداً لأن تتدخر يعني حتى اليوم إذا أنت بتروح بتدخر عيالك مثلاً في مدارس خاصة الأسعار عالية جداً القدرة الإدخارية للفرد ما هي في بيئة مناسبة لهذا الإدخار طيب في بيئة مثل هذه ما يمكن الواحد يفكر علشان يدخر ويزيد من الدخارة إذا أمكن صح ما رأيك؟ عندي جوابين جواب على اللي قلت فضلت فيه لكن أول شيء نتكلم على الدخار وهو السؤال الأخير اليوم نتكلم على الدخار حتى خمسين دينار يعني اليوم تفيت يعني ليش عندنا نمو تراكمي وهذا الشيء مهم بالدخار قالوا أني فسفت الدخار أن فيه شيء اسمه نمو تراكمي ويمشي مع الأسنين اليوم خانا قلتك مثل أرقام بسيطة أنا كتبتها قبل لقاء بس عشان أذكر الرقام لكن خانا قلتك يعني اليوم واحد يستثمن خمسين دينار لمدة خمسة وعشر سنة كل شهر خمسة وعشر سنة كل شهر خمسة وعشر سنة سيكون لديه أكثر من أربعة وسبعين ألف دينار بعد؟ بعد خمسة وعشر سنة على سبعة بالمئة عائد اليوم أنا قلتك أن أقول عائد حتى تنسوا كل اسمه ما هذا مقارنة خمسة عشر سنة يعني خمسة عشر سنة مئة وسبعة وثمانين ألف إذا الدخر كثير؟ الدخر بس خمسة وعشر سنة طالق الفرق يعني كثير كم الدخار الشهرية؟ سبعة بالمئة خمسين دينار نسلي خمسين دينار سبعة بالمئة عائد سنوي سبعة بالمئة الفرق بس بالسنين يعني هذي تبين لك شنو ليش أهمية الدخار من وقت مبتش يعني اللي أنا أذكر أول ما يعني تخرجت أول ما توظفت أول معاش أعطيتها هلي قلت إن شاء الله يبارك لي به المعاش ثاني معاش حركته أخصاص يحير اللي بخاطئ يشتريه مطاعن لكن إحنا نحن وهذا قاعد نشوفه حتى مع الشباب الحين أول ما هذا راح حرقه نحن اليوم أقلب حتى أني الطلبة عندنا بالجامعة بالجامعة اللي ينقع يخذون معاش حتى لو هو قليل وما راح يكفي ممكن لكن لو يدخل جز منا ويبتدي من ذلك الوقت على ما يصير عمره أربعين أو شيء عنده رقم طبعاً وعندنا أيضاً السلوك الاجتماعي المتعلق بالثقافة الاستهلاقية أيضاً هذه مصيبة عندنا يمكن التقنين منها يعني بحيث أن يتحقق اليوم أنا أقول العائلة الكويتية حتى لو عندها 20 دينار بالشهر 30 دينار بالشهر تخش الجز منها وتخليها كل شهر أي نعم هذا شيء مهم وأنا لا أقول أننا كشركة استثمارية أضع أي مكان لكن جز منها أضع وديعي هذا أكثر أمن استثمار بالذات المصارف الكويتية من أمن المصارف لكن أنا أقول لك أضع جز منها استثمار عشان يعطيك العائد الذي هو شيء فوق السبعة ثمانية بالمئة هذا اللي تحتاجه هنا خلنا نأخذ فاصل سليبان ونرجع بعد شوي ولا تنسى تشرب الشاي قبل آي أبرد الله أحبك شكرا فاصل ونعود سليمان سليمان هذا التطور في التكولوجيا واللي ساهم أيضا في تطور الخدمات والأدوات المالية لكن أيضا تطورت لكن أيضا تطورت معاها وسائل الاحتيال المالي والاستثماري اللي عانى منه الكثيرين أنا ما أتكلم على مستوى الشركات أنا أتكلم على مستوى الأفراد اللي الضرى الأكبر حصل عندهم شلي ممكن يصير لمواجهة أو محاربة هذه الضاهرة هو السؤال أني الصراحة أني واحدة من طرقنا لهم أني اليوم في شركات خاضعة أو بنوك بنوك اليوم خاضعة حق بنك المركزي أو الشركات الاستثمارية خاضعة حق هي تسوء المال هاي الشركات اللي عليها رقابة كبيرة الواحد يريد أن يستثمر هاي الشركات اللي واحد يتوجه لها ما يتوجه حق شركة شافة بتويتر ولا شافة أني يتلى بجريدة أو شيء شيء ثاني هذين نفسه وهذا هو البرنك المركزي والتحاد المصارف بالحملات التوعية اللي قاعد يسوونها أنا على واحدة مثل المثال على ذلك يكون على دراية مثلا هذي حملات اللي أخنا نقول التوعية التوعوية اللي يتفيد وتصراح الطرح حق المستثمر الصغير تركز عليه شون الشغلات اللي يديش فيها شونه يتحوط شونه يتدخر هذي الشغلات اللي واحد يريد أن يركز عليها من ناس وقت هاي السوق المال فيه الشغلات اللي هم قاعدين يركزون عليها لكن اليوم هذا ليش نصح الناس روح حق شركات محلية أو الخارجية لكن على الأقل الشركات اللي خاضة حق رقابة ايه بس اليوم أيضا هذه التكنولوجيا مكنت العدد لا بأس فيه مو بس بالكويت برا الكويت بالإحتيال شون بأنهم يخلقون مواقع أو لشركات رسمية موثوقة ومعروفة تدعي بأنها فينخدع ليش لأنه نفس المعلومات موجودة هنا لكن الطريق الاستثمار مختلف هذا يؤدي إلى الفائدة وهذا يؤدي إلى الاحتيال والخسارة كلامك عدل أني فيه شركات خلال نقول بعد فيه شركات زينة بالتكنولوجيا لكن أنا نتكلم على شركات اللي هو شغل مصبر الاحتيال يعني لا يعتبر فقط بس على التكنولوجيا وسائل يعني اتصل تليفون تأكد نعم تأكد بالضبط زورهم يعني اليوم اللي حد نشوف أني تعطون موعد أنت نعطيهم حياهم الله لكن لا نشوف أني حتى في بعض الإعلانات حتى لو تشوف الويب سايت مالهم حاطيك ويب سايت كامل يعني تشوفها كأنه صج ويب سايت تسرع تليفون هالي راح يبين يعني الشغلات هو وايد صعب صراحة حق واحد اللي ما عنده أي خبرة أن يعرف أن هاي شركة أني خنقول الحقيقية ولا لا طريقة وحيدة أني أنا أنصح لكويت أني خاصة اللي بالكويت تشوفون الشركات الخاضعة حق الرقابة اللي هي أيما البنوك هي البنك المركزي أو الشركات استثمار هي 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 سوق المال هذه الشركات اللي عليها رقابة كبيرة رقابة إسبوعية يومية إسبوعية وشهرية فهذه الطريقة الوحيدة اللي نقدر شوي نخفف من هالمشاكل أي شيء يالك من بره تأكد منه ما يخالفه أصبر عليه يومين ثلاثة وأسأل وشلون تقدرون التأكدون من مصادر الأموال اللي جاية لكم يعني أنت أحيانا وخاصة اليوم نسمع عن غسيل أموال وتمويل الإرهاب فمصدر المال شركة أخرى أو يال من فرد كيف تأكدون من مصادر الأموال حتى تطمئنون أن هذه جاية ضمن شرعية القوانين في طال عمرك أنه في قوانين قوانون مكافحة كقسية الأموال وفي من ناحاتي سوق المال أنه لازم في رقابة شديدة على هذا الموضوع يعني حوالي سنوية يطالعون على كل عملاء يعني عملاء يأخذون يعني جزم العملاء ويطالعون ويلاقبون أنه كل البيانات موجودة هذي شون نعرفها أول شي نأخذ بيانات كاملة عن كل عميل عندنا الشي ثاني نحن نقول النمط الاستثماري أو البناج الاستثماري اللي هو يبيه نعرف عنه كل شيء الفلوس من وين نجابها من الأموال من وين نحصلها في بيانات كاملة على كل عميل موجود اليوم بشركات استثمار الكويتية وهذا الشغلة من الشغلات اللي هيئة السوق المال تراقب عليها من نفس الشيء في البنك المركزي يعني ما تروح حق البنك المركزي تروح حق هيئة أسواق المال نحن نحن شكال استثماري حق هيئة السوق المال نعم البنك المركزي يراقب على البنوك بالنهاية قضية معرفة مصادر الأموال يعني عملية دقيقة ويعني ما تمر مرور الكرام يعني عليكم مثلاً موس أنا أعتقد أني من وايد صعبة بشركات استثمار يعني اليوم لأن هنقول المسؤولية على شركة استثمار هي التي تحملها أكثر من العميل فهذا يصير خوف اليوم نسمعنا عن بعض الحوادث في قسيل الأموال لكن هذا أعتقد أني اليوم هنقول قصص معينة التي صارت وفيها يصير عليها التحقيق بعضهم برا الكويت لكنها جانب كويتي أنا فيها طرف كويتي هذا أعتقد أني مشكلة حق مو بس بالكويت مشكلة حق العالم كلها كل بنوك المركزية كل هيئات الرقابة هذه مشكلة كبيرة كل ما لقع يشددون القوانين اليوم سيصير وايد وايد أصعب عن قبر اليوم اللي واحد يفتح أني حتى لو واحد أني خليجي يفتح أكاونت برا لك أنا ما بيقول كويتي ولا مثلا سعودي ولا إماراتي لكن أي واحد خليجي يفتح أكاونت أجنبي ياخذ وقت أكثر من قبل أني أول قد يفتح بنافس اليوم يمكن عادي طول شهر عادي شيء هل الإنوفيشن الابتكار في جذب أو في طرح أدوات استمارية جديدة لجذب المساهمين أو المستثمرين وخصوصا الجدد يعني تسير بتطور جيد عندنا أم لا تزال تسير بالأسلوب التقليدي نحن عندنا صناديقنا وهذه ناجحة وماشية مش حقا خاطر بأدوات أو صناديق جديدة اليوم خنقول في صناديق والمحافظ خنقول تستثمار بالأسواق المحلية هذا البيس وعلى الشغلات خنقول أداة استثمارية تقليدية ومعروفة ومر على الزمن وتم اختبارها بعدة اختبارات لكن اليوم الشركات أول شيء خنقول من أحد المنافسة الذي يشوف على نفسك جناحي ً에 نفس فقط للشركات المحلية من الشركات المتالي ً استثمار وهو لا ي discloseها ً ليس يعيش مدة طويلة ٫ ً WiFi لأن اليوم نام مسقط التكنولوجيا دمجت الدول فليوم أنا ليس لديم نفس فقط شركات الكويتية أرى أن أنا بس شركات شركات مستثماريةcalled السعودية التي استقطبها ليس للمع baking وشركات الإيماناتية استقطبها ليس لأ moi وشركات الأمريكية кі Grant هذاonnaهم الأمريكية فاليوم المنافسة صارت وخاصا اليوم الواحد اللي بكرسية بالتكنولوجيا يقدر يوصل حق اي واحد من الشركات استثمارية فاليوم لازم احنا انصعد من ناحية الانوفيشن الابتكارات بالصناديق المطلوب انصعد يعني هل هي مو بالمستوى المطلوب ام شو اللي تقصده والله انا اعتقد لا هو مو بس مو بس مطلوب لازم نشغل على شغلتين واحد الوعي انا اليوم انا قاعد نسوي صناديق اللي هي الاستثمار الجريئة اليوم الوعي المستثمرين في هذه انه تعتبر شوي اكثر مخاطرة لكن من ناس الوقت اكثر ربحية لكن الوعي مو كبير بالموضوع هذا فلازم زيد الوعي من ناس الوقت تبتدي دخل هذا الصناديق فمو بس مو بس مو بس بالابتكارات ابتكار موجود لكن اليوم انا لازم بعد اشتغل على الوعي يعني احنا اليوم في الشركات الخليجية السعودية الاماراتية وحتى القطرية او في البحرين عندهم قدرة كبيرة ويستثمرون وايد في التسويق والترويج لمنتجاتهم بينما نرى احنا بخل شوية في شركاتنا المحلية في التسويق لمنتجاتها في الاسواق الاخرى هل كلامي هذا صحيح ولا مردود عليه؟ اغلب اجوبتي اقولك اي او لا صح بس ليش؟ احنا جز منها اي ان اليوم لازم انا اعتقد هذا اغلبنا اغلب الشركات السعودية كانت ضالع كسوق المنافسة الرئيسي ما للكويت فقط هناك شركات قليلة لا اذكر رسامي لكن هناك شركات قليلة التي كانت ترى ان الخليج كلها هذه منطقتي وهذه من استثماراتي بس كثير منها مسجل في السعودية وفي الامارات ايه لكن قليل من الشركات اقدر عندهم بصابع ثلاثة بس بل كويت او اربعة اللي يستقطبون اموال من الدول البادئة على الرغم من ان قطاعنا المالي والاستثماري يعني هو القطاع الرائد في الخليج يعني من اول قطاع صح لكن هناك جانب ثاني بعد اليوم حتى بالتسويق الاستثماري بالكويت ليس حسب لنبيه لان ليش في رقابة اكبر يعني هاي السوق المال اليوم من ناحية التسويق الصناديق وهذا شوي اصعب من اماكن ثانية في الخليج يعني هذا اعتقد ان برايهم الحين لان ليح نقننها اكثر فهذه الرقابة شوي اعلى من ناحية هاي السوق المال عن هيئات السوق المال الموجودة في الخليج فاللاحظ مثلا الدعايات وايد اقل اللي موجودة طيب خلني اسألك سؤال هل تعتقد ان هناك خجل او يعني عدم توجه لشركات الاستثمار في تمويل مشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصوصا صاحبة الافكار الرائدة يعني تدري احنا عندنا مثلا قطاع المطاعم منتشر بشكل كبير لكن هناك افكار جيدة سواء في التكنولوجيا وغيرها من الخدمات اللي افكارها ومشاريعها رائدة فعلا وجذابة وقابلية نموها امكانية نموها ايضا عالية ليش ما تتوجه شركات الاستثمار للاستثمار في هذا القطاع وتدعمه بالنهاية وخاصة ان اليوم السوق ما اصبح مثل ما انت تفضلت بالكويت ايضا عابر للحدود صح وقعنا نشوف استثمارات تاني بهالقطاع لكن مو حسبت يعني كثل الطموح بس هل ترى انت فيها يعني قابلية للنمو جيدة ولا الموضوع في مخاطرة كثيرة انا اقول اليوم مو عندنا الايكو سيستم والبيئة اللي حق الشركات الصغيرة انها تزدهر خاصة بالتكنولوجيا وانا نتكلم مو عن الكويت انا صراحة الكويت سوق وايد صغير فانطالعنا كلها خليج فانطالعنا بالخليج نشوف لها حتى لو ادخلت بالاستثمار التكنولوجيا التخارجات انا اخر شيء انا استثمار مو مدى الحياة نستثمر خمسة سنين ستة سنين ونتخارج فانشوف انه ما فيه تخارجات الصراحة اخر سنة بدأت نظرتي تتغير من بعد كوفيد والصراحة الجزء كبير منها على دولتين اللي قاعد يسويه الامارات واللي قاعد يسويه السعودية انه قام يحاولون يحلوه الامارات يمكن لحين عندنا التخارج انه صار بعض التخارجات الكبيرة اللي سموناه يونيكونز اللي فوق المليار طلعت اقلبها من الامارات لكن لحين مو بكثر الرقم يريحني ان هذه البيئة سهلة لكن اللي قاعد يصير التغيرات اللي قاعد يصير حين في المملكة تشجعني ان اشوف هالقطاع بشكل كبير او شكل خنقل مضخم عني نشتغله سوق نمو مثلا هو خنقل السوق المرادف السوق الرئيسي بالبورس او تداول في السعودية قام يشجع شركات هذه التكنولوجيا حتى الشركات الكويتية قاعدت حين تتقدم على هناك من الملاحظ ايضا خصوصا من قبل 2008 او حتى بعد هذا التاريخ التخارجات صعبة بالنسبة لأصحاب المشاريع التخارجات هناك حجم معين صعب التخارج الخاصة المشاريع اللي تكون الصغيرة سهل تخارج ما عندك انت قطاع كبير اللي يستثمر فيها ويقول انه ليس بس يستثمر فيها اللي يعطي تخارج ما قبله لكن لازم يستثمر فيها ويكبرها فيشتري شركات ثانية من نفس الحجم هذا اليوم عندنا هاي بعد جزء وايد عقد من سالفتنا اليوم لكن يظل قطاع واعد قطاع واعد هذا اللي انا قدر اقوله وبالعكس قاعد نشوفك تحسن والصراحة اللي قاعد يصير بالذات بالقطاع التكنولوجي بالشركات الصغيرة هذا اللي صراحة اللي خلينا نفتح عينها زيادة ونركز عليه نعم سليمان الببيع مدير قطاع الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار تشرفت وساعدت بلقائك وبهذا الحديث الشيق وانتمنى لكم التوفيق ان شاء الله كلمة اخيرة الشرف لنا طال عمرك السلامة الكبير وبلاكس ما قصرت والله يوفقكم اني وزاكم الله خير على هالدردشة هذه وان شاء الله يكون نطبح اننا على الأقل نزيد الوعي عندنا اخواننا واخواتنا ننمي ونزيد الثقة بالبيئة المصرفية والبيئة الاستثمارية ان شاء الله حياك الله اخو سليمان وإلى حلقة اخرى من البرنامج تكانة تشاي مع قيس شطي الله حفظ موسيقى 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 موسيقى